واصلت بورصة الكويت تحقيق مستويات قياسية وسط تزايد العمليات الشرائية لتنهي أولى جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشرتها الرئيسية الثلاث بواقع 25 نقطة للسعري وليتخطى حاجز 6000 نقطة المزيد من التفاصيل نتابعها في تغرير الزميلة رزيق موفقة بداية جد قوية سجلتها بورصة الكويت في ختام أولى تذاولاته هذا الأسبوع بعد ان اقتحمت مؤشراتها الرئيسية الثلاث وبجدارة المنطقة الخضراء حيث استحود السعري على أكثر من 115 نقطة لتخطى حدود 6222 نقطة فيما عزز الوزني مكاسبه ب6 نقاط و15 نقطة في حين أنعش مؤشر كويت 15 أرباحه بنحو 18 نقطة وبلغت الكمية حوالي 736 مليون و161 ألف سهم تمت عبر تنفيذ 11 ألف و663 سفقة حققت سيولة بنحو 53 مليون و539 ألف دينار وكانت أسمو شركات أبيار للتطوير العقاري ومجموعة المستثمرون القابضة وشركة المال للاستثمار والأولى للاستثمار وكذا شركة هيتس تيليكوم القابضة الأكثر تدولا في حين كانت شركات مدينة الأعمال الكويتية العقارية ومجموعة المستثمرون القابضة والمقاولات والخدمات البحرية ومنشآت للمشاريع العقارية وأخيرا شركة زيمة القابضة الأكثر ارتفاعا ترجمة نانسي قنقر